بُكَاءُ العَيْنِ مَذْمَعُهَا الذِّكْرُ وَحُزْنُ الْقَلْبِ آيَتُهُ الصَّبْرُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الحوار القاص حيث نتعرف من خلاله على الذين تشرفوا بقصيدهم بقوافيهم التي أرسلوها في محبة أهل بيت النبوة يسرنا في هذا اللقاء الخاص أن نلتقي والشاعر مهدي جناح الكاظمي أبو علي مساكم الله الخير مساكم الله الخير وأهلاً ومرحباً بيك لا شك بأن منذ فجر التاريخ وكثير من الشعراء تنافست قوافيهم من أجل مدح خير البرية من أجل مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبنائه المعصومين كيف بدأتم رحلة الشعر في مدح الأئمة المعصومين حقيقة يعني الإنسان يعني هو عندما يولد يعني أنا ولدت في بيئة معينة البيئة طبعاً نظم الشعراء وفنانين وكتاب وعلماء في الكاظميين نعم عملية أنه الإنسان هو قابل للتأثير والتأثر اعتياد أتأثر أسمع أتأثر مسألة كون أنا شاعر هذه ما اكتشفتها بنفسي إلا بعد في المسافة الزمنية بسيطة يعني مذ متى يعني في أي سن يعني قبل الستين يعني أنا مواليد خمسين الف تسعين وخمسين نعم يعني بالعاشرة من عمري يعني تحسست هذه الحالة عرفت أنه أكفت علاقة إلي بالشعر نعم ولكن ماذا عن النظم وانتشار النظم إلى الآخرين نعم وهادة المعرفة هي تقودك يعني إلى القراءة إلى الاطلاع نعم نعم تعرف أحيانا أن ولدت يعني في بيته مثلا بيت أدب وكتاب وكذا يعني والدي رجل أمي لكنه موالي ومتطلع يعني نعم يعني يسمع بالمجالس أو كذا فعن طريق المدارس يعني التذخيف الأول يعني بسيطة المدارس يعني اللغة الأدب الكذا نقرأ التأثر كم تأثر الشعراء يعني اللي موجودة عندنا بالنصوص التدائية نعم يعني مثلا أحمد الشوقي وغير السيار نعم المتنبي أي شعر يعني جاهل يعني شعر جاهل كأتأثر هذا هذا التأثر يعني عانق الموهبة الهندي الموجودة اللي أنا اكتشفتها بعد أنا كتبت الكلام الأول يعني نعم منذ البداية كانت كان النظم بالفصيح 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 نعم لم تتجه للشعر العامي رغم أن الشعر العامي في العراق قوي جدا لو سمحت لي نعم الشعر العامي يعني شعر راقي يعني بمجالات إنسانية وذوقية وفنية وجمالية كلها بها موجود نعم لكن أنا اتجاهي كان يعني وعلاقتي ومحبتي بالمفرد العربية مع حبي وعشقي وفهمي وكتابتي طبعا الكتابة مشود إلها هذه بشعر العامي لكن أنا مظهر التشعر عامي عامي نعم أنا كنت أفضل أن أكون هكذا كما أنا يعني نعم أحب الفصيح وأقرأ القرآن وأقرأ الخطب وأتأثر بالبشعر الجاهلي والإسلامي والعباسي من حيث الانتشار لم يكن النظمة بالفصحة عائقا أمام انتشار طموحكم يعني كثير من الذين كتبوا بالعامية يعني وصلوا إلى قلوب الكثيرين أستاذي هذا يعني أنت إنسان الحمد لله مثقف في مجال الإعلام أستاذ عملية إنه أنت صوتك إذا ما يوصل أحد طيب لو القرآن ما يسمع يعني ما يكون حجة عن الناس لا العفو العفو بوعد أقصد الإعلام إلى تأثير عفو أبو علي يعني القصائد الشعبية بقيت في وجدان كثير من الناس بينما الفصيح قد يكون جمهوره محدود مثلا قصدك يعني يوم ما يقصني من ناحية يعني أنه بشكل عام بشكل عام بشكل عام نعم طبعا بشكل عام هذه لأنه تداول الناس لهذه اللهجة الكثير يعني عندنا نحن خصوصا بالعراق نعم هذا وقضية الحسين بالذات بخضية الحسينة كفرة مشروعية كبيرة للكتابة بهذا النوع نعم فالحقيقة هذه أنت لما تكون لغتي معاك هكذا طبعا تتأثر بها أنت بهذه اللهجة ولا تأثر بما تريد هذا شيء طبيعي لكنه هذا هم عامل التثقيف عامل التثقيف والوعي البيئي والوعي الثقافي هذا يلا تأثير المفروض أنا أرى أنه اللغة الفصيحة هي أرقة وأقرب للقلب وأجمل نعم وأكثر تأخذ مساحات من الإنسان من مشاعره هذا وجهة نظري مولي أني أكتب يعني من فصيح هذا هذا أمير المومين يقول هكذا والإمة والكتاب أيضا البارعين والنقاط بودي أن أقف أبو علي أستاذ مهدي جناح الكاظمي عند بعض الأمور هل من هذه القصائد عشت فيها حالة خاصة تواصلت بها بشكل روحاني حادثة معينة تذكرة لقصيدة معينة قبل أن أجيبك على هذا أعتقد أنت سألتني سؤال أولا أنه عملية الأشواء الموجودة لنفسك شهر أو كذا يعني أنا كان عندي بدايات يعني عندي بدايات من أمر تسميه 14 سنة 13 16 16 16 يعني هالشكل كان عندي بدايات تبلورت هاي وأصبحت يعني قصائد وأحد الناس الأساتر يعني الكبار طبعا الأستاذ مو شرطة يكون في المدرسة نعم اللي ربما يكون في شارع تلتقي تتعرف عليه يكون أستاذك ممكن أو في مكان معين شجعني وقال لي حرام عليك يعني كان يحتي باللغة ولي حرام عليك المتواصل النحو واللغة والكذا وهو أيضا قام في تدريسي جميل لكن ما أعني هل هناك قصيدة من قصائدك شكلت لك حالة وجدانية معينة كثير من القصائد مو قصيدة واحدة نعم لأن الحقيقة والأستاذ كل إنسان هو يحب ذاته هذا من حق نعم والإنسان إذا ما يحب ذاته يفشل لازم يحب ذاته حتى ينطلق منه لكن هذا الحب ليه يكون على حساب الآخرين لأن الآخرين أنا حسب رأي هم أيضا جزء من ذاته هذا فهم يعني نعم يعني المبدع والفنان والشاعر والكاتب وأي إنسان يعني في هالمجال كان عملاقا أم أقل يعني أنا أعتقد الناس في ذاته هو يحملهم ويتفاعل معهم ومع مشاعره فتطلع القضية الجميلة الرائعة اللي يتمس كل الناس واللي كل الناس إلها علاقة به وهي هاي الحقيقة واحدة من الغايات الأدبية والفنية يعني أن يكونون الناس في داخل الإنسان جميل لكن أريد أن أعرف قصيدة معينة إذا كانت شكلت حالة وجدانية لم تنساها لم تنساها في يوم من الأيام هل هناك قصيدة معينة؟ قصائد يا أخي مون قصيدة واحدة طيب المشكلة ليش لأن أنا الجو لا يعيش بصراحة نعم 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 فقصائد مثل قصيدة معينة مثل ماذا نعم نعم هناك قصيدة في أمير المؤمنين سلام الله عليه طبعا هو مفجر الحقيقة مفجر عالم الشعر مفجر عالم الشعر في ذاتي وفي داخلي سلام الله عليه أمير المؤمنين علاقة الأساسية يعني بيه كنت يعني أتحمس له بشكل مطبيعي على أي تحام بعدين تنسق هذا التحمس فكانت قصيدة هذا القصيدة لله أي المعجزات صنعتها حسر عمالقة الرجال التي تركتها يا أيها اللاهوت طبعا اللاهوت عالم من العوالم مو يعني الناس أشكلوا على هذه الكلمة هو عالم جبروت وناس ويثوا اللاهوت عليها عالم الروح الكبير يا أيها اللاهوت أي حضيرة للقدس يا أيها اللاهوت أي حضيرة للقدس أحنت هامها فوطأتها يا أيها الطوفان أي سفينة للعقل تستقصي كما أدرقتها يا مالك الأعناق أي عظيمة ما مكنتك زمامها فملكتها يا قاسم النيران لما أغرمت كندا الصباح على الخليل جعلتها حسان القصيدة ما أتلك هذه القصيدة سبعينة تقريبا خاصة به وقوا فيها غير متكررة نعم نعم وسجين بطن الحود في ظلماته لما دعاك لكربة فرشتها وبك استجارت مريم من محنة لما تسائل قومها فأجرتها نطق الوليد فعز عفة أمه وشفاهه أنت الذي أنطقتها يعني القصيدة بعدين أتحدث عن علاقتي معه كذا كذا عذرا أبا الحسنين أو عذرا أميرا إن قصائدي لك كل واحدة تشاطر أختها كثرت حسادي فلا عجب إذا حدت القوا في حسدي صيرتها هذا من ضمن القصيدة القصيدة كانت بعنوان الغدير جميل لا شك بأن الشعراء الغدير كتبوا وأبدعوا وتناولوا هذه الحادثة بالإضافة إلى ما فاضت به قريحتهم من مدحة لأمير المؤمنين هل وثقت أيضا حادثة الغدير بقصيدة مفردة مقصودة لا هي هي هذه القصيدة هذا القصيدة وأسميتها الغدير الغدير هي أسميتها ووثقت حال طبعا هي الغدير هو ميثاق الله يعني حسب قناعتنا نعم وهذا بالحقيقة مو قناعتنا إحنا كما نسمى يعني سمونا الشيعة يعني شيعة أتباع يعني إحنا نتباع كل إنسان طيب وكل رجل يعني يستحق أن يقود نتبعه حسب النص إيه أحنا يعني حتى عقلا كل إنسان يعني عقلا إنسانيا بشكل عام يعني أنا ما رد أتطرف وأقول هكذا نعم يعني أقول كل إنسان يستحق أن يقود إنسانيا وعقليا وذوقا طبعا الزوق يعني أنت شاء الله تعرف الزوق الروحاني العالي كذا أحنا ننقاد له أمير المؤمنين امتلك كل هاي الصفد فإحنا إن قيادنا إلي طايعين يعني يعني وإن قياد موروث أنا شخصيا يعني بالنسبة إلي يعني أنا أتحدث عن نفسي أخاف الآخرين إن قيادي غير موروث مطلقا لأنه أمي وأمي ناس بسطالة يقرؤون وناقشت كل ما طرحوا عليه علي والخلافة وكذا كل ناقشتها مع ذاتي ومع التاريخ ومع الكتاب ومع الوجدان والضمير والناس والعالم فطلعت بهذه النتيجة اللي أنا أفتخر بيها وأسعيد بيها فموثق عني ناقشتها 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 فأمرتها الموجودة في أرض العراق حقيقة هذا التراث اللي تتفضل يعني حديثك عنه هو كتب لشعري يعني بالحقيقة يعني استلعاماتي الشعرية توقدي انفعالي الشعري هو كل يجي من علاقة بهذه المكانات صحيح هي يعني أحجار وأضرحة وكذا صحيح لكن اللي ما وراءها يا حبيبي يعني المعنى اللي وراءها المفردات باب وصحان ناقشتها المعنى اللي وراءها المفردة يا حبيبي هو صهرنا وصهر القابلية الشعري وكتب الشعر هو كتب واقعا يعني حقيقة يعني أنا أعبر هكذا انه اللي يلهمك إلى هذا الحد يعني هو ديت انت مجرد تنقل طبعا أنا ما أدعي يعني انه هجاني ملك وقالي هكذا لا 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 مهج المعنى مفهوم نعم إن شاء الله أقصد أقصد أنه أنت من تمنحني كل شيء كأنه أنت كاتب كاتب لي كل شيء نعم نريد أن نستريح مع أبيات تنتقيها وتختارها وتسمعنا بعضا من هذه الأبيات هذا آخر كلام أنا كتبته وقصيدة يعني عمودية كتبتها أبو الحسين سلام الله عليه سلام الله عليه ماذا تقول القصيدة قل ما تشاء فقولك التنزيل ودم جرى من نحرك التأويل كون قوله التنزيل هو يمثل رسول الله قول رسول الله تنزيل وما ينتقى عن الهو أحنا نعتقد أن الحسين معصوم حسين مني وأنا من حسين أحنا معصوم أنهم قائديا الحسين إمام مفترض فكلامه كلام الله هذا أساس الكلام يعني معنى ما أقصد قل ما تشاء فقولك التنزيل ودم جرى من نحرك التأويل سبحات وجهك في السماء تنهدت وسرى بهن شرائع جبريل تسقي تسقي الضماع وأنت يسقيك الضم وضمائرا تحي وأنت قتيل ومبشر وجراحه سماره في كل جرح عمة ورسوله ولأنت شلاب السماء على الثرى حبا إلى يوم المعاد تسيل ولأنت ممسوس بذات المصطفى وأبوك معجزه وأنت دليله الله 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 هذا شيء من هذا القصيدة يعني نعم أسمعنا أيضا وسرادقات النور صدرك طورها لو لاك عم الكائنات أفور والمكرمات بطولها وبعرضها لو لاك لا عرض لهم وطول يا جاعلا دمه الطهور رداه وحسامه القرآن حين يصول كل العروش إلى ضريحك أذعنت وإليك يسعد تاج والإكليل وإذا أقامتك المديدة تنحني وإذا أقامتك المديدة ينحني هام الوجود وفي ذراك يقيل جف السحاب ندا وظن بمائه وسحاب نحرك يا حسين أطول الله 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 لا شك بأن كل شاعر له مدرسة ينتمي إليها من ناحية الفن أيضا له أساتذة تأثر بهم هل تأثرت بشاعر معين روح شاعر معين مدرسة انتهجتها حقيقة أنا في بدء حديثي يعني في بدء الكلام الأول يعني قلت أنا ولد وأتأثر يعني الإنسان عندما يولد يتأثر يعني يتأثر ببيئته نعم قسم بعض المفكرين وعلماء الاجتماعي يقولون صنيع ببيئته نعم مثلا طبعا تأثرت لأن هذا التأثير هو سنة ولن تجد لسنة لا تبديلها سنة لازم تتأثر يعني المتلب تأثر بأبي تمام وبالبحتري لكن هو المتنبي ليس هما يعني هو يظن تكونت شخصيته التأثر أولا بعدين أثناء يعني امتداد التأثر هذا يعني امتداد العمر بالإنسان والتفلع يبدأ يكون شخصيته من خلال هذا التأثر تطلع شخصيته الواضحة هذا فلان يعني تأثرت أنا بعمر القيس يا أسف بطرفة بن العبد تأثرت بشعراء جاهلين كذا لا لكنه تأثرت به كشائر هو شائر رائع هو شائر من الشعراء الحر يعني حتى السياف شاير نعم في كذا لكن أيضا يكتب العمودي نعم عبدالأمير الورد شنت أسمع عبدالك الشباب نعم سيطالب الحيدري لم تحاول أن تكتب الشعر الحر كتبت لكن بصراحة يعني أنا أيضا من أحب الشعر الحر نعم لكنك ما وجدت نفسك فيه لا مو ما وجدت نفسي فيه البيئة البيئة النفسية والكذا التي تحيط بك يعني تجرك تجرك إلى الحسين وإلى آل محمد والشعر العمودي أكثر إيقاعه وأكثر صميميه بالتخاطب مع قضية الحسين بالذات نعم أنا ليس وجد نظر يعني هل ارتباط مثلا الشعر الكلاسيك أو التقليدي بالترديد وكثير من المداحين مثلا هل لذلك علاقة مثلا هذا علاقة هذا الموضوع هذا لكنه مشرط أنه يكون الذي يردد والمنشد أنه مجرد يعاني بالشعر العمودي هذا مو قياس يعني حتى ينجح لكنه لأنه ساد هذا نعم ساد أخذ مساحة زمنية كبيرة وعانق أسماع الناس تقريبا امتلكها يعني فمو بسهولة يا أخي يعني أسماع الناس تتحرر إلى هذا الشعر الحر وتسمعه وإن كان الشعر الحر يعني صوره رائعة وهائلة ويعطي للإنسان مساحات وحرية كافية لخواطره لإقتناس الخواطر وتدوينه أنا كاتف في شعر الحر قصيدة قصنه الشخصية يعني نعم كنت يعني بصراحة في مكان في الزمان السابق في السجن شيء نعم في السجن يعني كنت معكومة عن السجن وكتبت من السجن هذه القصيدة بدون نرأة بعين طلعت دونته تحفظها؟ أحفظها واسمو كاملة أحفظ نعم نتشكر ما أطلع منها نسمع منها أظل هي إلى الكاظمية أكوفة ألاقي عندي بالكاظمية كل إنسان يعني من حقها عندما يولد فيه مكان حتى النبي تأثر بمكلة وأحبها وبكاء عليها هاي من حق الإنسان يعني مو يعني تفضيل على بقعة أخرى أو كذا أنا ولدت بالكاظمية وأعشق الكاظمية واعتبرها أم لي ويعني لازم أبرع يعني بس معا شكيل وبالوالدين أحسن يعني كأنه موسى بن جعفر سلام الله على الأبي والكاظمية تأمي يعني بها المعنى هذا فكتبت أظل مملكة الغصوم يذوب في صمت الغروب والسدرة الجرداء أو حشها الصفير بلا مقطع كأنها شبح غريب يستطل تنتلك الطريق أوت الطيور إلى الوكون صغت السواقي أنا ما عاد أذكر هذه القصيدة إلا أن هي أتى المساء أتى المساء وأنت أيتها الوحيدة كالسؤال يطل يطرق كل ما متى يعود سجين متى يعود سجين أحداث الدعاء هذه طويلة القصيدة ما أذكرها هذا لا بس رسمها واحد نعم واسهم من الموصل كانوا يانا بالسجن من طلعنا مواجهة أكو مجال يعني ورقة وقلم كده رسمها كلها القصيدة رسم القصيدة يعني تخيلها هو تخيل هالشكل عبر عنها وكتب كل مقطع كده جواه الأمور على كله نعم لا شك بأن للإبداع مساحة كبيرة لدى الذين عانوا ما مدى تشكيل المعاناة للإبداع بالنسبة لشخصكم الحقيقة أستاذنا تختلف من شاعر إلى شاعر ومن وعي ومن وعي إلى وعي يعني أستاذنا مثلا واحد وعي عشرة عشرة بالمئة واحد وعي خمسة واحد مئة يعني هذه مساحات الوعي المتباينة هي علاقة بهذه القضية يعني أنا مثلا عندما أرمى في سجن ما تتألق موغبت أشعر مو هذا المكان ولا تخليني على نهر أو بحر تتألق أيضا أيضا مو هذا الموضوع إذن أين تجد نفسك في ذاتي في عوالم الداخلية بدليل أنا بالسجن لغيت وجود يعني وجود السجن من داخلي لغيتها يعني لغيتها واقعا يعني انفصلت عنها لأنه أنا أنا جمالياتي اللي عيشها والجنات اللي أنا عم بيها ماكو هذا طبعا أنا يخصني هذا مسؤول عنها نعم عيشها في داخل في داخل كلهم الحسين في داخل هاي طبعا مو مجرد مفرد بس في داخلي على قدر طاقتين مرة يكون كل الحسين في داخل أحد الناس لكن هو من هذا هذا لازم إمام آخر نعم فالمعاناة يا حبيبي تسقل موهبة الإنسان حقيقة يعني تدخل موهب تعامل أساسي لكن على أن تكون معاناة إنسانية صميمة صحيحة وعلى أن يكون الشاعر نفسياً مستعد لإستقبال هذه المعاناة وإصحارها بوضع الشعري والفني والإبداعي تطلع في الحالة عجيبة وأرقى من المعاناة أرقى من المعاناة التي تقصها على محمد أنا ما شفت يعني مارد أقول ماكو مارد أفرضها عن ناسي بالنسبة إلي أنا أتكلم الآن هذه الجلسة حول نفسي وجهة نظر ما شفت أروع وأرقى وأجمل وأدت يعني بالضبط وأصل وأصح من المعاناات التي تقصها على محمد السلام الله عليهم عندما الإنسان يقترب منها تتفجر فيه مارد أقول يعني بحار خلأ أقول جداول جداول المحبة وجداول الخير وجداول الإبداع والمعرفة المعرفة أيضا المعرفة الإنسان الشاعر أو العديب أو الرسام أو 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 كل ما كان عارف كل ما كان مثقف كل ما كان قارئ كل ما كان يكون أروع أصح كل ما كان عنده علم يعني أفضل يكون نعم فمعاناتهم سلام الله عليهم الحقيقة ملهمة وكافية عن أن تصنع كون شعري مشاعري وكون إنساني يعني مو أكوان أنا ها وجد نظري الخاصة حسب إذن أفهم من كلامك بأنك تلغي المعاناة الداخلية لك وتستشعر معاناة أهل بيت النبوة وتبدع في ذلك هذه مو موضوع تضحية أصلاً أنا معاناة الداخلية هي مشكلتهم خليكويا على أن أكون مترفع هو هذا المطلوب فأعيشهم آن شلون هم معاناتي مشكلتهم مشكلتي آن أستاذ مهدي معروف أنك تم سجنك وبعد ذلك سقط النظام العراقي وكثير من التيارات ظهرت إلى الوجود كثير من الأحزاب ظهرت إلى الوجود لم تنتمي إلى حزب رغم معاناتك سابقاً والله أستاذ أن هذا سؤالك وجيه أولاً أنا بالنسبة إلي موضوع سجن وطلعة من السجن أنا ما كان عادي موقف سياسي قبلاني يعني عندما سجنت كانت حرب عراقية إيرانية وأنا رجل موما الحروب يعني وما مقتنع به نعم ما مقتنع به أنا رجل لازم أعيش وأقوم بمسؤوليات وكذا فاضطريت أهرب وما عداهم مطلقاً بالحرب العراقية الإيرانية إلا هيتي في الخلف يومين ثلاثة ورد أهو لكن هذا بحد ذاته موقف سياسي هو موقف سياسي يعني أنا أقصد موقف سياسي فردي مو حزبي نعم فردي فردي إيه فردي سياسي فردي نعم أنا هذا كان العفو يعني قصد سأنت أوضحت نعم موقف صريح وواضح حتى ما كتبت يعني هسأنت ذات الجالجة ريدة أو مجلة أنا كاتب فيها يعني من أربعين سنين أنا مسؤول عن كذا حتى ما كتبت وما كتبت مو من باب إنه يعني شلون على بس مجرد ترفعاً وكذا وكذا يعني فيها مسألة ذا وكذا يعني ما كان أكو حب للكتابة في هالي المجالات نعم المهم فهذه هل 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 مسألة يعني جئت سجنت لأنه أنا مثلاً احتياط للجيش العراقي وهارب وكذا وأريد أطلع خارج الأراق أنهزم وأروح بعدين قالوا أنت إذن لإيران وتقاتلنا تكذا فحكمونا مؤبد وبعدين طلعونا حوالي ست سنوات كان طلعنا بعفو جميل وفي هذه المرحلة التي تشهدها العراق حالياً لماذا ترفض الانتماء إلى الأحيان؟ ها بعض السقوط أنا أستاذي يعني تركيبتي تركيبتي أنا كإنساني نعم ما طيق التمحور يعني تحت حزبية معينة بس أرجوك يعني أنت تكون معي الحزب اللي وضع الحسين الحسين هو شخصياً وضعه مو يأتي واحد يقول قال الحسين هكذا ويجب أن نعملها هكذا يعني هو يفسر ما يريد الحسين لا أحنا عدنا خطعة الحسينيين يعني عدنا خطعة صح وعينه يختلف من واحد الآخر نعم عدنا خطعة وراية عامة واضحة يا أخي مفاهيمنا كل شيء واضحة وما تحتاج إلى واحد يأتي مثلاً يتأولن ها حتى مثلاً أنا يعني شخصياً حتى أنضوي تحت مثلاً خيمة محينة هي هذه الخيمة أكثرها رأيه أو فيها شيء من رأيه أنا مصرف كيف اللي أنا يعنيني واللي أنا أساساً يعني بنيت عليه عندما وعيت فردت أضيف شفت لا هاي المسألة يعني ما تحتاج أضافة لأنه أنا أحتاجها هاي المساحة أنا أحتاجها مو أضيف لها يعني أنا ضاقتها إهنية يعني أسميت نفسك من حزب الحسين هكذا إي أنا هاي مدائد دعي طبعاً بهاي يعني حتى يقال هذا حسيني لا يعني هذا مو معناه إنه العدمة أرى تحزبية ناس مناطجين وناس مرائعين لا ومواعين وكلهم وأكثرهم يا أخي ناس بهم يعني ناس علمائهم وجميع نعم لكن أنا ما أقصد أقلم من شيئاً أحد أقول أنا ما أقدر أتأقلم أو تخصصت بقضية معينة تحت خيمة ما أستطيع أن أتأقلم مطلقاً يعني نعم لأن أنا حر المفردة وحر الرأي وهذا الرأي أيضاً حر ما معنى حر مو أنا مو أنا الذي أنسجه مو أنا الذي أحرره أكون مفاهيم عندي توقع لي على أنه هذا حر الحسين يقول هذا صح يعني هسا قلت لك قل ما تشاء فقولك التنزيل أناعي ما أقول أي مكان اللي أكتبه وتستشكل بعض الناس من أناعي عندي إذا مو آية حديث إذا مو حديث قوم قولاً لإمام مش رون نعم فأحنا نستقي من الحسين عليه السلام ومن آل محمد ومن الحسين بالذات لأنه قلب آل محمد سلام الله عليكم ونحن تحت خيمته هذا حزم بعض قصائدك تحولت إلى يعني أنشدات في الحسينيات وفي المواكب مع من تعملت من هؤلاء يعني مع المنشدين مع المنشدين والله أنا بابتداء ما كانوا لعلاقة بالمنشدين وهم وكلهم رايين وعلى رأسي يعني أحترمهم وأعتز بيهم قبل ما لا أعرفهم نسمعهم نعم يعني أدون فتاقرات صحيحة وجميلة نسمع قبل أن أعرف أحدهم بالفترة الأخيرة تقريب يعني أشي تسميها بعد السقوط ابتدائي يقرأ لي في الكاظنية قبل السقوط كان يأخذ قصائدي ويروح السورية يقرأه من؟ اسمه فؤاد الكاظنية نعم رادود قدير ويعني متمكن للإنسان وفاهم فاهم بمسألة الرد يعني يعني يخص الإنشاد يعني كذا وكان يأخذ شعري مو من أجلي يعني وهو أيضا يحتاج يعني يقرأ شعر عالي وعند ذا هو كان نعم كان يأخذ سوريا ويقرأ العينية قصيتي وغيرها وغيرها هاي قبل السقوط بعد السقوط مولا جليل كان يقرأ لي شلون أكو أحد الناس في الكاظنية من أصدقائي معارفي هذا يروح للخليج عده هناك عمل يعني كذا يأخذ بعض شعري ويها يعني بعض أوراق من شعري كذا فشاق مولا جليل قال لها هيت الموضوع يعني ممكن اتفاق بيني وبين هذا عن طريق وسيط هو لا مو اتفاقت أنا معه يوصله إلى إلى فلان أو فلان لا هو يحب شعري هذا الرجل وشايلة معي يقول ألد يحتاج به عن ماسك هذور المنشدين أو كذا أقولهم تعالوا أنت وين من هذا منها العجي هذا نعم فجليل بدأ يقرأ لي وأنا ما أعرفه سنة أو أكثر كذا فما أجي شاقرأ لك بالضبط قرأ لي اليوم تملكني وتملكني غدا هالقصيدة موجهة إلى من للحسين سلام الله عليه هذه ألقاتها في زمن قبل السقوط المهم سأشوقتنا لسماع بعض من قبيعاتها قبل السقوط ألقيتها في مهرجان ومسجلة في فيديو واستيدي موجود وحاضر الإعلام العراقي بهذا البيت والبيت يتسع إلى ألفين أكثر من التلاف عدد يعني إنسان الإعلام العراقي علماء قاعدين إلهم وزنهم حيدرية وغيرهم سيد حسين الصدر الله يحفظها من كان قاعد يعني كثيرين وشاعر من شعراء العراق البارعين لشاير لهم الجواهر يعني كثيرين على واحد وغيرهم وأنا هلقيت هالقصيدة ماذا تقول واتفقت ويا أول بيت قلت لها ما أجي بأنا طاري أحد سياسة ومجلشين وعراق نخلة عراقية ما أجي بطاري حين قلت لها مو يعني أنا قلت لها القصيدة ما تسمحي شيء جوه حسيني بحت نقل لي ميهم روحاني مسؤولي الحجس وادي هالا كان أدنى بالكاغمي نعم كل شعبيني كل ثالث شعبيني يسوي مهرجان للحسين حتى في ذلك الزمن يعني يستئذن من الدولة ويسوي ميلاد الحسين ويجون من الإعلام العراقي وشعراء يطلون قصايد فألقيت آنها القصيدة في هذا المهرج اليوم تملكني وتملكني غدا أنا لم أكن إن لم تكن لي سيدا غيري بحبل سواكبات مقيدا وأنا بحبل هواكبت مقيدا ماذا فقدت ماذا فقدت إذا وجدتك ملهمة ماذا وجدت إذا فقدتك مقتدى هذا مقتمس من دعاء عرف حسيني يناجي الرب سبحانه وتعالى فيه معرفة سلام الله عليه يقول لي إلهي ماذا فقد من وجدك هذا من نايا يعني نعم هذا فؤادي كلما نهته شد الحزام على خطاك مجندا وإذا كهوف الليل أورق غابها يوما وراح يمد ظلا أسودا وعدت خيول الدهر تطلب ثأرها وعدت خيول الدهر تطلب ثأرها مني وحيشي بالحياة تنكدا هجر الظلوع وراح يحمل جرحه مثل الطريد إلى ضريحك أخلبا بالأمس طيف منك زار خواطره وسرى بهن وكان ركبك موعدا وكان ركبك موعدا ألقى على البيداء طيب غباره فاخذل منها الرمل حتى أورد وهوت عليه الحور وهوت عليه الحور تلثم تربه عطرا وتنثره على الدنيا ندا فإذا الطريق خطاك كل تراثنا وعلى دمائك يا حسين تعبدا طبعا القصيدة طويلة أنا ستوضعت شويها بس أريد أن أصل لهم أنا أريد أن أصل كم بيتي شد بالقصيدة وشد الجمهور اللي كان حاضر في وقته لا شك بأن هناك رواد كثر للحسينيات والمجالس الحسينية يطربون لسماع الشعر لكن هل تجد أن ثمة تنافس ما بين الرادود والشعر يعني أن جمهور المجالس الحسينية ينطرب أكثر ويستمع أكثر للرادود أكثر من الشعر الذي يلقي الشعر القائل حقيقة حسب تجربتي بهذا المجال تجربتي قصيرة يعني بالعلاقة مع الرادود أما بالكتابة مع العلاقة مع الحسينية نعم نحن من الأزل إن شاء الله من العالم حسب تجربتي أنا اللي لمسته لمس عقلي ودراسة و قصيدة الحسينية اللي تخص أكبر شاعر بالعالم من الأولين والآخرين إذا ما تمر ب إبلهات وبلسان منشد متتألق هذه وجهة نظري نعم هسه وتسمح لي يعني يعني هو ما راح يرفع من مستوى القصيدة إذا كانت متدنية يعني المنشد صحيح ما يرفع يعني أنا لو ما يقرأ لي أي مشي قصيدتي ما تنزل تبقى لكن تتألق أكثر إذا مرت بلسانه هذا من بركات الحسين حسب تخبيجي يعني وإلا شنو شنو المعنى يا الله هسان أكتب من القصائد الهائلة الهائلة هذا طبعا الأفوان مو أقصد يعني بشهادة الآخرين وشأر مطروح لكل النقاط على ذكر إذا ما تمر بلسان رادود القصيدة ما تتألق حسينيا كأنه الله شرائده ما قصة هذا الديوان في بعض القصائد ذكرت وللحديث تتم وللحديث بقية ما هذه القصة؟ حقيقة كانت محاولة يعني أنا هذا الديوان أنا كنت إنسان أكتب أكتب مع نفسي وأخلي نعم عندي أحتفظ بالقصيدة وقسم منهم الظروف مثل ما سم حتى أن تبقى القصائد تنقل مثلا من الكاظمية من الأعظمية إلى الرعبة خاتون إلى القادسية محافظة أخرى يعني هالتنقل هذا ضيع كثير من شعري مثلا بالشعبانية صار تفتيش في منطقة آني شنثيها أنا ما لعلاقة لكنه صار تفتيش في المنطقة كيف قلت هالناس رح يدخلون ذول يفتت رح يدخلون هذه القصادة بدتها النور شعلت بدتها سيقولون هذا من المؤلبين على هاي الشرمة أنت أحرقتها؟ أنا أو أمها شالت الله يرحمه و يرحمه هذه كذا خافة و كلهم خافة و يد كلها خافة يعني أعدمهم كلهم في حين أني ما أقصد لا لي علاقة بحزيب ولا بأحد أنا كاتبها لذاتي وراحت كثير من القصائد وقصائد أخرى يعني كنت أكتبها وما أدري يعني تتبهذن تتبعثر أشيل من بيت إلى بيت تعرض إحنا منهم تلك دار أنا بالنسبة إلي أنا عائلتنا كلها عدها يعني الله يوفقهم متمكنين و أمورهم زيانة و كذا لكن أنا آخرهم بالعمر أم تسعة عائلتنا أنا آخرهم فالانتقال من دار إلى دار تتبع هذه المشاكل المال الظروف السابقة اللي تعرفها نعم فما تسنى لي أن أرتب لبيت أو كذا يعني هل انتقالات هاي بعثرت كثير من الأشياء وهذه الأمور اللي تعرف أنت السجون والخوف يعني مثل الآن السجن يتعدي شعر و كتب بالبيت حربهم فورا لأنه خافهم ليجيوهم يفتشوهم أو رغم أنها بعيدة عن السياسة وعالم السياسة بعيدة لكنه تدري شنو كدولة حبيبي نعم كدولة من تجي هي مثلا ما عدت فتش أفترض أمر شخص إياك لكنه تتخاف على وضعها منك يعني لأن ربما أنت تطلع الخيف تبني شون قصدي يعني يعني ماذا أبرر يعني تصرفات الدول بعض الدول أو كذا لكنه النظام المعين يعني من يجي يا حبيبي يخاف منك إحنا في العراق إذا واحد مثلا قال يا حسين عفوا بالشارع يعني يربك فصيل كامل جيش كامل هذه الدرجة كلمتي ويا حسين واحد ألف حساب حساب يحسب لهم تعالي شون يعني هذا اللي اللي يعلن زين أنا مدى أدعي الشجاعة أنا عدي قصيدة وقصيدة أخرى أيضا في هذا العينية ألقيتها قبل السقوط وهم من إعلام الأعراق بنفس المكان اللي قلت لك بيها يهم مسجلة يعني موجودة يهم مسجلة يعني موثقة مودة أدعي البطولة لكن هذا الموقف اقتضاء اقتضاء خلاص ماك مشكلة لا شك بأنك عندما كنت ترتاد العتبات المقدسة تزورها حبا حبا عفوا حبا وكراما قبل السقوط كان هناك شعور معين الآن بعد السقوط وقد رأت معالمها الحرية كيف تصف لنا مشاعرك عندما تزور وسط أجواء الحرية لما الحقيقة لو سمحت لي يعني الإنسان أنا قلت لك يعني عندما يعتنق أشياء تبدأ تصير صور عندك داخله تخص هاي الأشياء اللي يعتنقهم فعلى أساس هذا الصور هو يعانق مثلا الأضرحة والكذا الموجودة بداخله أما إذا يطلع يعني يلغي داخله ويبدأ بس مجرد بالنظر بعينه الخارجي بالنظر الخارجي تختلف الحالة مشاعره تختلف يعني يرتبك أنا حتى في الأزمنة السابقة يعني لو كنت أطلع يعني أنظر للمسألة مجرد بعين خارجية مو بعين بصيرة مثلا بعين تأمل بعين عشق بعين حب إذا مو بهاي أشوفها عالم مشوش يعني ومربك عشون يعني والحقيقة ما أستفيد منه بالعكس قبل أن أقدم لزيارة كي أكون متعلق أفضل عشون فعملية زيارة زيارة يا حبيبي عملية إعداد للذات قبل أن تدخل مثل عملية الدخول بالصلاة أنت شحس سوي من تدخل الصلاة هي الدعاء تتصل بالله كذلك الزيارة نفس الشيء من خلال هذا الإمام تتصل بالله نعم يعني أن تسعى إلى هذا المكان تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق الكبير العظيم بهذا الجرح اللي الله سبحانه وتعالى أباركه كذا هذه المسألة هي الشكل يعني هسة يعني الوقت الحاضر وقبل إذا مو أكون مثلا مع جراح القضية ومع جراح الإمام ومع القضية اللي أنا جاء من أجل هذا زور الإمام أكون مشوش في كل الحالتين صراحي لأنه لا ربما هسة أكون ناس وهي عرق من قبل ترى هاي مو شرط يعني إنه أكون ناس قبل كانوا يجنون يزورون عرق لا مو شرط إلى أنه أكون ناس قدمت أرواحها وأنفسها واتقطعت بالشارع وبالطريق وماتوا لتمشي بالحسن هل قمت في يوم من الأيام بإنشاء قصيدة في حضرتي ضريح من أئمة أهل البيت هل قمت بإلقائها في الشباك مثلا أي أنا كنت في زيارة للسيدة زينب فرأيته بعضهم ينشد شعرا شعبيا في حضرتها وكان منظرا مؤثرا جدا أنا كتبت قصيدة يعني إنشدت قصيدة في زينب سلام الله وفي رقية رقية سلام الله يعني مكاتب لكن لما جيت بالألفين وثلاثة إلى سوريا يعني ويا السقوط قبل بأيام ألفين وثلاثة جيت كتبت إلى رقية وحدة كتبت بمعزل وألقيت بواحدة ألقيتها أمام الضريح ألقيتها أمام الضريح ألقيتها قصيدة هي الشعر أعجز أن يروم علاك والنجم أقصر أن يضول سماك 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 في اللوح الإله رقية سبحان من في لوحه سماك أزت ملائكة السماء محمدا والعرش صبت دمع فوق ثراك أدري ورأس أبيك إذ ناديته خذني إليك وضمني لباك هذه القصيدة طبعا موجودة في الديوان هنا عند الحديث لكن ليحفظ منها الساحليا هذه في رقية وألقيتها يعني معاها بدون منبار ولا أي شيء وفي زينب القصيدة هذه اللامية يا أخي ما تقول لحقيقة هذه أنا أشكر زينب أشكر الله أولا أنه أشكر زينب على أعطائها هذه القصيدة يعني إحنا ما نقصد يطون يجون يمنهاك لكن حبهم في داخلنا هو أعطائها أخي مفهوم يتحول إلى أعطائها نعم فكتبت هذه القصيدة طبعا هذه القصيدة تكونها بديو تنصيات ما لديها علاقة منشد وراديد يعني أنا بعدين قرأوا منشدين يا ضعن زينب والحديث يطون الكلام يضعن يا ضعن زينب والحديث يطون ظل أذود به الجحيم ظليل ما ضمت التوراة مثلك آية وحملت ما لم يحمل الإنجيل عيت أساطين القصيد فلم يعد لا جرول يقوى ولا الظلين طبعا جرول هذا شعر أعتقد الحطيئ لا جرول يقوى ولا الظلين يا ضعنها أخرست كل قريحة فاحتار رب الشعر كيف يقول يا عزم زينب عزم آدم دونه وعليه عندي شاهد ودليل يا صبرها لو أن بعض نصابها مس الجبال الراسيات تزول حلف الفرات بأن يصير ماءه ملحا أجاجا بعدها والنيل إلى أن بنت التقية حين أضرم بابها والوحي قرب لهيبها مذهول والصوت والمسمار حين تضافر شهد لها صديقة وبتول يعني أتعرض هنا بيتين وبعدين أرجع سنعمل عليها إلى مسيرتها بالشام والطريق وكذا إلى أن أصل أنت الحسين آخر القصيدة يعني وكربل وجراحها السيف يشهد والدم المطلول في كل قلب منبر لك قائم يبقى وتبقى خيمة وعليل يقال أن كثير من الشعراء حافظين سيئين لقصائدهم ما الذي يشغل بال الشعر هل قصيدة جديدة مثلا تنسيك القصيدة القديمة؟ لا أنا لا تنسيني الجديدة القديمة وإنما القديمة هي الجديدة لكن كيف؟ هذا شو رح يفهم المستمع يعني أنا ما أنقل القديمة حرفية نعيدها لا لأن يا أخي هي القصيدة الأولى تحمل كل جراحي والقصيدة الأخيرة تحمل أيضا كل الجراح والجرح واحد لكن قد تكون شكل القصيدة يمكن يختلف وزنها يختلف وأعتقد كل الناس لديهم قضية هم في هذا الحال واحد كل إنسان أدى قضية ترى الشعر ولا قضية أنا حسب قناتي شعر متدني به جمالية كذلك كان هذه جمالية تكاد تكون محدودة وما تتجاوز مساحات إنسانية منشودة يعني إحنا نريد من الإبداع يتجاوز أكبر مساحة بالحياة الحسين يتشيرد مو إحنا نعم أحنا خدام الحسين كلمة خادم حبيبي كلمة كبيرة كبيرة جدا يعني وحقيقة الحسين متفضل علينا إذا قبلنا خدامه هذه حقيقة متواضعة يعني لكن هو يقبلنا ليش لأنه هو كريم يعني من كرمه سيقبلنا أنا متأكد من هذا وأنا على هذا الأساس مستمر كوني أنا أشعر خادم من حسين فهذا القصيدة الحديثة تملكني وعندما أستقصيها ألقاها هي الأولى التي انتلكتني أولا لكن هي الآن أطول وأعرض ومنها الباب هذا بيودي أن نتوقف عند قصيدة تختارها للمشاهدين الذين يتابعون هذا اللقاء حتى يستمتعوا ببعض هذه الأبيات القصيدة بالحسين السلام الله عليه هذه هي وقتها يعني الآن الأربعين هسة الأربعين يعني وأنا هذه مكاتبة للراديود كذا وإن كان قرأهم ولا باسم كلا أنا من كتبتها كتبتها لنازد مشلينشون خبروني من العراق قال لو أحنا كذا كتبتها القصيدة هي أرض الجراح أرض الجراح وكربلاء سماي ولواء مقطوع اليدين لوائي أبقى أبقى وطوفان الدماء مهندي وسيوفهم تبقى عبيد دمائي ومسير أقدامي يخط ملاحمي وإلى الخلود معابري أشلائي قد عانقت نحر الحسين طبعا القسم يقرأوها محاجر بس هي أصلا قد عانقت نحر الحسين قصائدي قد عانقت نحر الحسين قصائدي وقوافلي سارت إلى الزهراء ومسير أقدامي يخط ملاحمي وإلى الخلود معابري أشلائي من ذا يدانيني علم وأنا الذي كف الشهادة شيدت عليائي وخيام زينب واللهيب معلمي درسا به صلى خشوع بكائي وعلى الفرات رأيت كافل زينب الله وعلى الفرات رأيت كافل أخته في راية تعلو على الجوزاء قصد الشريعة واثقا عباسها بحرا تحدى رضام الأحشاء بحرا تحدى رضام الأحشاء ألقى السحاب زمامه ليمينه وبجوده تبكي عيون المائي الطف ملحمة الإباء وجدته عودي نما بترابه وإباءه تلك الأسنة والسيوف مناهل للحر مشرعة على الرمضاء هذا حبيب وعابس يسعى لها كل يوفي سيد الشهداء وتهب عارية الصدور لتلتقي صدر الرماح فكان أي نقائم الله 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 لا شك بأنكم خدمتم أهل بيت النبوة من خلال الأشعار من خلال القصيد من خلال المواقف التي تختموها في حياتكم وجعلتم جل شعركم فيهم ماذا بقي في نفسك تتمنى كشاعر أو قصيدة تعتقد بأنك لم تكتب إلى الآن؟ كل شاعر يعني عنده علاقة بجراحه وعنده علاقة بإبداعه ويعشق ويحب الإبداع والجراح اللي يحمل هيا طبعا الجراح هذا مفهوم إن شاء الله هو واضح يعني قصدي أرجو أن يفهم منه مو الجراح يعني آلام ومآسيم نعم الجراح كتب الجراح النفس الجراح قرآن نعم إنجيل توراة معطيات ربانية إنسانية يعني كل واحد يعني يبقى قاسر الحقيقة أمام قصيدة عملاقة بعدها ما نلتت يبقى يشعر ويتقاصر أمامه بعد متى متى تخرج هذه هذا يبقى حبيبي هذا الأنين والحنين إلى القصيدة الأقوى والأجمل يبقى ولومو هذا تتوقف الأقوى نعم آخر ما لدي من أسئلة موقف لقصيدة معينة خطرت في بالك وأنت تمشي فجأة مثلا ولم تكن مستعدا لكتابتها ولكنك أسررت على كتابتها هذه دماؤك يا حسين قوائل السيف مقتول ونحرك قاتل هذه أنا كنت في الكاظمية في مناسبة موسى برد جعفر سلام الله سلام الله لا أستغفر الله في العاشر نعم كان ناس الطبق وناس كذا مواك نازلين طلعت من الكاظمية وأنا أسكن الأعظمية طبعا من أثناء السنة الأعظمية يعني أسكنها لأنه وانطلعت من السجن غادرت من الكاظمية إلى الأعظمية حتى لا يكتون عليها تقارير ومشاكل يعني لس صير مشاكل في مدينتي نعم ولو مدينتي جليلة ورائعة وحتى قسم من الناس الحقيقة اللي هم كانوا على أساس ضمن النظام ذاك السابق ساعدوا الناس هواية يعني صراحة يعرفهم فخصيا يعني 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 انتهار ويأتي بلغك يقول لك اطلع من بيت اكتر اليوم نزموك كذا مثلا يعني اكوناس عدائش مواطف فمن انتخلت إلى العظمية احترموني بشكل كبير يعني الحقيقة واحترموني الناس وصار التفجير في كربلاء والكاظمية في يوم واحد اول السقوط فكانت هذه القصيدة اللي حرت من اجيب اللي اكتبها يعني وبعدين كتبتها وتعلقت هذه القصيدة هذه اللي ما اطلعها هذا وحقيقة هذا ما اطلعها ما ما تروح يعني أنا كثير عندي من الاشعار يعني ما ما تروح معانيه هذا واحد منهم نسمعها ثانية هذه دماؤك يا حسين قوائل السيف مقتول ونحرك قاتل يا الله في كل جرح او ارض كربلاء نزيفها منه النفوس الضامعات نواهل وما ادري بعد هي القصيدة موجودة هنا يعني اذا عندك وقت لازم افتح هذا الديوان لا شك بان الحديث مع الشعراء لا ينتهي وفي داخلهم كلام كثير وفي داخلهم جراح كثير ايضا لا يسعنا في هذا اللقاء في هذا الحوار الا ان نقدم شكرنا الجزيل اذ تعرفنا عليك وعلى بعض من ابياتك وحاولنا ان نسبر اغوارك من خلال هذا اللقاء اخي انا اشكرك جدا والحقيقة انت جرح مبدأ يعني الله يحفظكم انا وجدتك هكذا الله يحفظكم يعني تتقلع من الابداع والجوال الانساني وانا ابو علي احنا بانتظار المزيد من هذه الدواوين ان شاء الله ان شاء الله اذا في نهاية لقائنا نقدم شكرا الجزيل للأستاذ مهدي جناح الكاظمي الذي تفضل مشكورا بحوارنا معه حاولنا معرفة ما في داخله وفي داخل الشعراء الشيء الكثير شكرا لكم ونلتقيكم في مناسبة اخرى الى لقاء شكرا شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة